موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى ما اخترناه لكم من صحافة اليوم والبداية من صحيفة الفاينانشل تايمز التي نشرت تقريرا عن وضع الرئيس السوري بشار الأسد بعد ثلاثة أعوام من النزاع المسلح في البلاد تذكر الصحيفة أن حكم بشار الأسد كان يبدو في بداية الانتفاضة عام 2011 وكأنه آيل للسقوط لكن تسارع الأحداث في الأشهر التسعة الماضية أظهره واثقا بدرجة أكبر فبعد ثلاثة أعوام من الحرب الأهلية التي خلفت نحو 150 ألف قتيل لا يزال نزاع بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة المسلحة على حاله فقد استعادت القوات الموالية للحكومة العديد من المواقع في العاصمة دمشق وفي وسط وغربي البلاد وهي تلاحق المعارضة المسلحة في حمص ولتزال المعارضة المسلحة تقاتل القوات الحكومية وتسيطر على مناطق واسعة في البلاد وقد أعلن الأسد تنظيم انتخابات في شهر حزيران على الرغم من سيطرة المعارضة على العديد من المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد وترى الصحيفة أن هذا الوضع يدل على أن حلفاء النظام السوري في روسيا وإيران يواصلون تقدم المساعدات له وأن فصائل المعارضة المسلحة تزداد تشرذما وتختم الصحيفة بالقول إن من الخطأ مع ذلك أن تعتقد الدول الغربية بإمكانية الوصول إلى حل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة القدس العربي حيث نشرت مقالا لبسام البداري معنوان مفاجأة بشار الأسد قال فيه يتجول المذيع مع مايكروفون ضخم من النوع الذي حمله في الماضي غوار الطوشي على شاشة الفضائية السورية لكي يبلغنا نحن في الرأي العام العربي بأن كل الدوائر الحكومية الرسمية في المدن التي يسيطر عليها النظام تمارس أعمالها كالمعتاد وكأن عرس الحرب عند الجيران في زوايا إحدى حلقات الريبورتاج التلفزيوني ظهرت موظفة ممتلئة تتحدث بطلاقة عن واجباتها في استقبال وتنظيم سجلات الموالد الجدد في الدائرة المختصة بالأنفس هنا حصرياً تذكرت السر الذي وضعه في أذني مسؤول بيروقراطي أردني يتابع بكفاءة سجلات القيود المدنية في سوريا لأن عمله في إدارة ملف اللاجئين يتطلب ذلك المفاجأة التي سيقدمها نظام بشار الأسد قريباً للعالم تتمثل في تنظيف القيود المدنية من أي سجلات للاجئين وللمعارضين وللهربين وللمسلحين فكل الفئات التي لا تستطيع في وقت محدد سلفاً توثيقة وإعادة تسجيل قيودها ستفقد هذا الحق مما يعني بأن الرئيس بشار يجهز لدول الجوار مفاجأته الجديدة وقوامها توطين المشردين من الشعب السوري في أماكن لجوئهم تمهيداً لسحب جنسيتهم صاحبنا يسعى لمعاقبة كل سوري تجرأ على الفرار من لهيب المعركة سواء غادر مكانه أو قريته أو بلدته خوفاً من قاطع الرؤوس أو خوفاً من البراميل المتفجرة هنيئاً للشعب السوري بقيادته الملهمة ولدول الجوار بمواطنها الجدد ولا حد تعبير أحد المعلقين الساخرين في الأردن سيتابع الجمهور السوري عما قريب على الأرض الأردنية مباراة القمة بين فريق تشرين فرع المهجرين وفريق الشهباء فرع حلب بالخارج ذلك طبعاً ضمن مسابقات كأسي وبطولة الدرع الوطني الأردني ننتقل الآن إلى صحيفة إلاف حيث كتب نهاد اسماعيل مقالاً بعنوان ما سر إعجاب اليسار الأردني بالنظام المجرم؟ قل فيه نقلت وكالة الأنباء مؤخراً أن نشطاء أردنيين مؤيدين للنظام السوري قاموا بالاحتفال أمام السفارة السورية في عمان بمناسبة ذكرى للجلاء وقاموا برفع السفير السوري بهجة سليمان على الأكتاف وردد المشاركون هتفات منها بالروح بالدم نفديك يا بهجة سليمان شعب الأردن فدائية فدوا عيونك سورية والجيش السوري يا مغوار اسحق كل خاين غدر والرد السوري رح يكون يحرق كيانك يا صهيون أولاً يجب التنويه أن حجم التأييد في الأردن لبشار الأسد ضئيل جداً ويقتصر على بعض اليساريين القومجيين وبقايا حزب البعث الفاشل أما الهتافون المطبلون والمصفقون لا يمثلون الشعب الأردني ولا يمثلون حتى شريحة صغيرة منه ومن هتافاتهم تستنتج أن المجموعة تؤيد البراميل المتفجرة وتؤيد استعمال الكيموي ضد الشعب السوري وتؤيد سياسة التجويع والتعذيب والتدمير وتؤيد جرائم النظام السوري ومجازره باختصار شديد السر هو ابتلاعهم لخرافة المقاومة والممانعة الاعتقاد السائد في أدمغتهم البسيطة أن بشار الأسد سيحرر فلسطين علماً أنه عاجز عن تحرير مزارع شبعة ولم يطلق رصاصة واحدة على الجولان منذ أربعة عقود إعجاب بقايا اليسار الأردني بالسفير السوري بعد كل الإهانات التي وجهها للشخصيات الوطنية من نواب وإعلاميين أردنيين يثير الشبهة أنهم حفنة من العملاء المأجورين ألم يدرك هؤلاء أن الممانعة الشفهية والمقاومة اللفظية الفيسبوكية لا تؤذي إسرائيل؟ ولكن ما يجلب الانتباه في ملاحظات السفير هي غزارة النعوت البذيئة التي يستعملها في صفحات الفيسبوك والتي هدفها الإساءة البالغة لحلفاء الأردن وأصدقاء الأردن في دول الخليج العربي هل يتخيل أحد أن يجرؤ سفير أردني أو عربي أن ينتقد نظام آل الأسد من السفارة في دمشق أو طهران ولا يتم طرده خلال ساعة هل يستطيع سفير أردني أو عربي أن يهاجم من دمشق حلفاء سوريا في لبنان أو العراق أو إيران ولا يتم إغلاق سفارته حديث الصحافة متواصل معكم مشاهدنا ونقرأ الآن في وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريرا لمركز كارينجي بعنوان الرهان على إسقاط نظام السوري عسكريا أمر خطر جاء فيه حذر تقرير صادر عن مركز كارينجي للشرق الأوسط يوم أمس من خطورة الرهان على إسقاط نظام رئيس بشار الأسد بشكل عسكري وذكر الباحث الرئيسي في المركز ببيروت يزيد صايغ في التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للمركز على الشبكة الإنترنت أن تعليق الأمال على وعد الثوار بإسقاط نظام أو حتى إضعافه أكثر أمر خطر بالرغم من مثابرتهم على تحقيقه معتبرا أن المشاكل التي تواجه الثورة المسلحة تجعلها أكثر هشاشة وضعفا من أي وقت مضى وإذا صح قول البعض على الأرض أنه كلما طال الصراع المسلح كلما قلت مساحة الأرض التي تسيطر عليها المعارضة فإن الثورة سوف تضمحل على نحو أسرع مما يمكنها أن تتماسك وتقوى من الآن فصاعدا ورأى أنه على الرغم من أن الثورة المسلحة ما زلت بمنأن عن الهزيمة إلا أنها وصلت إلى مرحلة عدم الصعود على الصعيدين العسكري والسياسي حيث أن حالة التشرذم والمنافسة بين جماعات الثوار لا تزال قائمة وأوضح الباحث أن التقديرات تحظى بالصدقية تقول أنه لم تطرأ أي زيادة على العدد الإجمالي للثوار خلال العام الماضي مشيرا إلى أن هذا الواقع يدل على أن الثورة تعاني من تقلص مخزون المجندين الجدد المحتملين وحذرا من تنامي الانفصال بين المكونات المختلفة للثورة السورية من المعارضة السياسية الرسمية والثورة المسلحة والقاعدة الشعبية للناشطين ومسؤول الإدارة المحلية في المناطق المحررة إلى هيئات الإغاثة معتبرا أن هناك أجزاء رئيسة من الثورة المسلحة غير راغبة أو غير قادرة على الاندماج في هذه الهيكلية الأوسع واختارت بدلا من ذلك محاولة الحلول مكانها وقال صايغ في تقريره إنهما لم يتمكن الثوار من التغلب على التشرذم الداخلي الذي يعتري صفوفهم ويصبحوا جزءا من المعارضة الأوسع فإن قدرتهم على عكس الالتجاهات في ساحة المعركة والبقاء على قيد الحياة على المدى الطويل ستكون موضع شك وأضاف أن توحيد القوى المتواجدة على الأرض ما زال متوقفا على نحو مثير للقلق معتبرا أن هذا يجعل الثورة السورية عرضة للتقلبات السياسية لمؤيدها الإقلمين الرئيسيين الذين تقف خصوماتهم حجر عثرة في طريق تحقيق التكامل الحقيقي بين الثوار وتوحيد صفوفهم وقال إن عدم توفر قيادة سياسية للثورة المسلحة تتمتع بالصدقية لتسوية هذه الديناميات المختلة أو لتخفف من وطأتها على الأقل سيضعف تماسك الثورة وسيعطي قوات النظام مزايا تكتيكية كبيرة بينما يعوق بشدة قدرة الثوار على الانتقال إلى الهجوم الاستراتيجي ننسقل الآن إلى صحيفة ياني شفق التركية التي نشرت تقريراً لشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان كيماوي الأسد يقتل ألف سوري ويصيب 12 ألفاً جاء فيه قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن قوات نظام بشار الأسد قتلت ألفاً وثلاثة سوريين جراء استخدامها للغازات السامة في قصف مناطق تخضع للمعارضة رغم توقيع نظام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في أيلول من العام الماضي وفي تقرير للشبكة صدر يوم أمس أوضحت فيه أن النظام السوري شن 47 هجوماً ما بين الكيماوي وبالغازات السامة على مواقع المعارضة 17 منها عام 2014 فقط وأسفرت في مجموعها عن إصابة نحو من 12 ألفاً وخمسمائة سوريين وأضافت الشبكة التي تصنف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة بأن هجوم قوات النظام الكيماوي على الغوطتين بريف دمشق في الحادي والعشرين من آب عام 2013 كان الهجوم رقم 29 له ضد المعارضة ووافق النظام السوري على مخترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حضر الأسلحة الكيميائية الدولية لتدميرها وذلك بعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي الأكبر على رف دمشق في آبا الماضي وأودى بحياة 1400 قتيل من ناحية أخرى أكدت الشبكة أنه منذ بداية عام 2014 استخدمت القوات الحكومية ما لا يقل عن 17 مرة غازات يعتقد أنها سامة وذلك في ثمان مناطق في سوريا كما استخدمت البرامل المتفجرة المحملة بغاز الكلور في أربع مناطق هي كفرزيتا وتلمنس والثمانعة وعطشان وقال خبير سوري في الفيزياء النووية إن نظام بشار الأسد يستخدم غاز الكلور السام في قصف المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في الوقت الذي يقوم فيه بتسليم ترسنته من الأسلحة الكيميائية باليد الأخرى وأضف الخبير إن غاز الكلور السام الذي قصفت به قوات نظام عدة مناطق في سوريا مؤخرا لا يدخل ضد الأسلحة الكيميائية التي يقوم نظام بتسليمها إلا أنه يحقق الغرض الذي تحققه تلك الأسلحة واتهمت المعارضة السورية قوات النظام باستهداف عدة مناطق في سوريا تسيطر عليها قوات المعارضة بغاز الكلور السام في نيسان الجري خاصة في بلدتي تلمنس وكفرزيتا بإدلب ومدينة حرستا بريف دمشق وحي جوبر بالعاصمة دمشق ما أوقع عشرة القتلى والمصابين بحالة اختناق النتيجة تستنشاقه نواصل معكم مشاهدنا الكرام مع موقع كلنا شركاء حيث نشر مقالة للدكتور محمد وجيه جمعة بعنوان التهديد بالأسوأ جاء فيه منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة السيدة فاليري إيموس تقول الأمل بالحل السياسي في سوريا يتلاشى والأسوأ لم يأتي بعد واسمحوا لي أن أكرر الأسوأ لم يأتي بعد علن نفهم وبوضوح أن القادم هو أعظم القتل والتهجير والتدمير لكل سوريا غير الراغبة والرافضة لحكم الأسد والسيدة إيموس تنطلق من وحي معادلة دولية تختبئ وراء الكواليس عندما تريد أن تنزع عن نفسها عار المأساة السورية وتضيف بأنهم يشعرون بإحباط عميق وأن هناك عوامل خارجية كثيرة يبدو أنها تسير في الاتجاه المعاكس قد يكمن التعقيد في أن ترشح الأسد نسف أي احتمال مجنون لحل سياسي وهذا ما هو متداور حاليا في أرويقة الأمم المتحدة وإذا أضفنا كل المواقف الدولية المتجنية التي أصبحت بمنتهى الوضوح ولعني في نفس الوقت أعداء الشعب السوري ولا نستثني أصدقاءه وكذلك استعراض لكل الجبهات والمجازر والوقائع على الأرض بما فيها الأسلحة السامة وعلينا أن لا ننسى ساعي البريد السيد توني بلير الذي دعا أمريكا وأوروبا للتفاهم مع الروس حول سوريا أي أنه يريد شرعانة القتل والسمرارة لنجد أن الشعب السوري لم يعد متروكا لقدره وإنما هناك تفاهم دولي على إفناء كل من لا يرضى بالمجرم رئيسا أركان استمرار البشرية من حق وعدلة سياسة العصر من حرية وديمقراطية مؤسسة المجتمع الدولي ومحاكمها الجنائية جميعها تعطل ويستحل تطبيق قراراتها حتى المتعلق منها بإدخال المساعدات الإنسانية والذريعة هي مجموعة متطرفة إرهابية هم أدرى منا بصانعها لن ندخل في جدلية الذرائع ورد الذرائع بل نضع في المعادلة كل أسباب النصر ولنبدأ باختزال الذات والأنى ونضحي بكل شيء ليبقى الوطن كل ثورات العالم وعبر التاريخ لم تنتصر إلا من ذاتها تنتج قوتها من عمق إيمانها بقضيتها ومن سمو أهدافها وها هم الذين منينا أنفسهم بنجدتهم لنا عندما أدركوا أننا مصرون على استجدائهم وملوا توسلنا أخذوا يعلنونها صراحة ووقحا اذهبوا إلى جحيم بشار جعلوا من واجهاتنا السياسية متاهات لا تنتج سوى مناورات وحلول تقبل بما دون أهداف الثورة مما يعطي في البداية انطماعا بالعجز ليتحول في الآوينة الأخيرة إلى حقيقة فقدان بوصلة الثورة فأقحمت مفاهيم البراجماتية والمرونة التي اختلطت مع ضرورة الولاء والطاعة وحسب التوازنات التي أدخلت في مدخلاتها كل العناصر إلى الدم والألم السوري أن ندفع السيء ونمنع الأسوأ لا يمكن من خلال الاستمرار بنفس السياسات والأدوات والوسائط نقولها وبكل وضوح أن الثورات وكما في التاريخ انتصرت بروحها وأدواتها الثورية في المعارك والحروب هناك رابح وخاسر أما الثورات فهي فعلا تقوم به الشعوب ومن هنا حتمية الانتصار وما يره الواقعيون من مد وجزر في مسار المعارك والوحشية اللامسبوقة في تاريخ البشرية تسقط أمام إرادة الشعوب المنبثقة من مفهوم الحق الذي وإن طال الزمن فهو ماحق للباطل سيدتي فاليري إيموس ليتك كنت أكثر وضوحا أما بالنسبة لنا الأسوأ لكل السوريين هو بقاء المجرم الأسد ننتقل الآن إلى صحيفة العهد حيث كتب إبراهيم عباجي مقالا بعنوان عودوا إلى ما كنتم عليها قال فيه من جملة مبتلنا به في هذا العصر العقلية الانهزامية ربما لأننا نعيش مراراتها زائما متتابعة لم نتعافى من واحدة إلا وعاجلتنا أخرى والمهزوم مفتون بتقليد المنتصر كما قال ابن خلدون رحمه الله فلقد أقنعنا المنتصر مرارا وتكرارا لأننا شعوب متخلفة من العالم الثالث لنستحق الحياة وفق أبجديتنا وقوانينا وثقافتنا بل لابد من نسفها والتخلي عنها واستبدالها بثقافتهم وحضاراتهم فالثقافة ثقافة المنتصر واللغة لغة المنتصر بل التاريخ هو تاريخ المنتصر سنظل ندور في هذه الحلقة من التخبط والعشوائية في محاولة إيجاد ما هو مناسب لنا ولن نجد ضلتنا لأننا نتغاضى عنها ونحاول أن نتجنبها بل إن بعضنا يخجل منها ويحاول أن يخفيها أو لا يتحدث عنها في الحقيقة ضلتنا ومفقودتنا ومفقودتنا هي أنفسنا وذواتنا مشكلتنا أننا فقدنا أنفسنا وتنكرنا لتاريخنا وحضارتنا تناسينا ثقافتنا ولغتنا ومتى ما عدنا إليها وأمنا بها واستمتنا في الدفاع عنها نستطيع أن نحرك عجلة تقدمنا وتطورنا إلى الأمام أثر عودة الأمم لثقافتها والإيمان بها أثر لا يمكن أن تخطئه عين فالأمم كلها التي شهدت نغضة في عصرنا الحديث تقريبا فعلت ذلك ما زال في الولايات المتحدة على سبيل المثال يدرسون تاريخ الرومان لأطفالهم وما زال السويديون يلقون دروسا عن الفايكينغ كما أن الإيطاليين والبريطانيين يدرسون الأدب الخاصة بلغتهم لطلاب الأجانب أيضا ولم تنهض اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلا عندما تغذت نفوس أبنائها بقوة الراجل الياباني وجبروته التي تحكيها خرافتهم وأساطرهم القديمة وعلى الصعيد الآخر فإن الدعوة السائدة في هذا العصر باتجاه عولمة الثقافة ليس إلا دعوة لتغلب ثقافة ذات لون واحد على البشرية جمعا لتذوب خصائص كل شعب ومزاياه في بوتقة العولمة فالعولمة ليست إلا استعمارا ثقافيا من لون آخر يقوم به من يسود العالم اليوم باسم ثقافة القرن الحادي والعشرين وإنسان الحدثة وما بعدها هذه المصطلحات البراقة كلها وغيرها إنما تستخدم لأجل تلطف وقع هذا الاستعمار الثقافي في النفوس وجعله مقبولا بين الناس وللأسف فإن العولمة أخطر من أي استعمار آخر فالبشرية اليوم أصبحت مدينة في ولائها إلى شكل واحد من أشكال الثقافة والحضارة مما يسهل المهمة في السيطرة على أي شعب من هذه الشعوب أو أي دولة من هذه الدول على يد المستعمرين لو دعت الحاجة إلى ذلك سواء كانت هذه السيطرة سياسية أم اقتصادية حضارة اليوم السائدة هي الحضارة التي تقدس المادة وتمجدها وهي الحضارة التي يظهر فيها أثر الميكيافيلية واضحا لا لبس فيه وهنا تبرز الأهمية العظمى في العودة إلى ثقافتنا وحضارتنا التي تحترم الإنسان وتدعو إلى حريته وربما كان ثقافتنا وحضارتنا سباقة إلى ذلك بين ثقافات الأمم كلها وهذا ما يجعل العودة إليها في صالح البشرية والإنسانية جمعاء وليس في صالحنا نحن فقط فالبشرية ستقبل هذا النوع من الثقافة بمحض إرادتها لأنها ثقافة تحترم الإنسانية وتجعل الإنسان أسمى موجودا على هذه الأرض وتكفل حرية الإنسان والأديان على السواء مما يجعلها رائدة أيضا في هذه النقطة عودوا إلى ما كنتم عليه كي تسودوا عودوا لدينكم عودوا لأخلاق العرب التي صق لها الإسلام وهذبها عودوا للغتكم وتدارسوا تاريخكم عودوا لإرثكم الحضاري ثم ابدأوا بعد ذلك نهضتكم حتى تصلوا لمبتغاكم وتحققوا أمنياتكم بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لكم لبقائكم معنا ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة